هم راح نبلش بالمحاضرات الثانية من أساسيات الثرمو ديناميكس بالبلاية أرحب بيكم طبعا محاضرتنا لهذا اليوم راح تتناول مواضيع المتغيرات الثرمو ديناميكية اللي هي الشاملة والمركزة وعدكم أيضا راح ندخل بموضوع التحولات أو الترانسفورميشنز وندخل وراها بالعمليات العكسية والغير عكسية والعمليات السايكلك أو الدورية يسموها وبعدين إذا إن شاء الله أسعفنا الوقت ندخل أيضا بتفاصيل المتغيرات الثرمو ديناميكية نتعرف عليها اللي هي مثل الحرارة والضغط والكثافة وهكذا وندخل أيضا بمفهوم الحرارة والهيث أندورك اللي هم بالأساس يمثلولي علم الثرمو ديناميكس اللي هو تحولات بالطاقة تتحول الحرارة إلى شغل أو الشغل إلى حرارة فنبلش بأولا صفات السيستم إحنا ذاك الاسبوع تعرفنا على شنو معنى نظام وشنو معنى البيئة المحيطة وشنو معنى الحد الفاصل بين النظام وبين البيئة المحيطة فهذا النظام اللي هسا البارع يعني ذاك الاسبوع تعرفنا عليه هذا النظام يمتلك صفات أو خواص فهذا الخواص إحنا راح نسميها أو خاصية للنظام شنو خواص النظام يعني أنا من أريد أوصف نظام شنو أحدد هذا النظام راح أحددها عن طريق الصفات مانتة أو الخواص مثل الضغط مثل الحجم ومثل التمبراتشر أو الحرارة والكتلة هاي الصفات مع النظام أو البروفيرتي تقسم إلى قسمين عندي صفات يسموها انتنسف وعندي صفات يسموها اكستنسف شنو معنى انتنسف؟ معناها صفات شاملة والاكستنسف معناها صفات مكثفة بشكل عام الانتنسف أو صفات الخاصة الصفات الخاصة أو الدقيقة خلي نقول هي الصفات اللي ما تعتمد على شون يعني شقد أكو مادة شقد أكو كتلة بين قوسيا وشقد أكو كتلة يعني ما تعتمد على الكتلة بين قوسيا ما تعتمد على الكتلة مثلا عدكم نعطي مثال يقول الحرارة التمبرتشر هي نوع أو مثال على الصفات الانتنسف أو صفات المكثفة شنو معنى هذا الحجي؟ راح نطيكم في المثال إذا عدتكم كتلتين وهذول الكتلتين الثاني عدتهم موجودين بنفس درجة الحرارة زين جينا هذول الكتلتين ضفناهم سوية خليناهم مثلا بحاوية معينة أو بكونتينر معينة وهم الكتلتين قلنا لهم نفس درجة الحرارة فالسؤال هنا هل درجة الحرارة هنا راح تتغير لو لا لأن احنا زيدنا الكتلة درجة الحرارة هنا راح تبقى ثابتة نفسها ليش؟ لأن درجة الحرارة كخاصية من خواص النظام ما تعتمد على الكتلة هي هي شي يعني هي ما لها علاقة جد أكو كتلة هي خاصية من خواص نظام ما تعتمد على الكتلة ولهذا راح هذا الكونتينر راح يبقى محافظ على درجة حرارته اللي هي بالأساس درجة حرارة هذول الكتلتين ولهذا تعتبر درجة الحرارة هي أحد الخواص الانتنسب أو المكثفة ولكن إذا جئنا على الخاصية الثانية اللي هي الاكستنسب الخاصية الشاملة اللي هي تعتمد على أنه جد أكو كتلة أو جد أكو مادة موجودة مثل عندي منه؟ مثل عندي الطاقة الداخلية الطاقة الداخلية لنظام تعتبر خاصية شاملة دي أشلين؟ لأنها علاقة بأنه جد أكو مادة أو جد أكو كتلة مثال على هذا هذول الكتلتين لما انضفناهم سوية راح ينطوني طاقة ضعف الطاقة اللي كانوا يمتلكوها كطاقة داخلية راح ينطوني طاقة ضعف الطاقة اللي كانوا يمتلكوها ولكن إذا نجئ على درجة الحرارة هي نفسها فمثال آخر إذا عدتكم سيستم أو نظام هذا النظام يجينا قسمناه بالنص فمن هو اللي راح يتغير؟ اللي راح يتغير الصفات الاكستنسف الصفات الشاملة اللي هي تعتمد على الكتلة في حين الصفات الاكستنسف أو المكثفة ما تعتمد ما راح تتغير تبقى نفسها واضحة الفكرة وأني طبعا شنت يعني ضربة مثال سابقا يعني الغير طلاب مثلا يعني حتى بس يعني تبقى هاي الفكرة بدماغكم من نقول يعني هسا حاليا من نقول نريد مثلا عندي فتبناية وهي البناية بيها ملحق يعني بيها مثلا غرف إضافية ملحقة بهاية البناية اللي نسميها احنا نسميها كستنشن فمننا نقول اكو غرف ملحقة بهذه البناية معناها كستنشن نسميها ملحقة فمعناها زادت الكتلة أو زادت المادة أو ولهذا انا حتى اربط لكم إنه من كلمة كستنشن أو كستنسف معناها كتلة أكبر معناها تعتمد على الكتلة في حين الانتنسف ما تعتمد على الكتلة أوكي هسا أنا عندي هذول البروبرتي أو الخواص مال system إذا أريد أغير إذا أريد أغير خاصية من اكستنسف بروبرتي إلى انتنسف شا سوي عدكم طريقتين يعني أريد أغير خاصية شاملة إلى خاصية مكثبة شون أغير أولا طريقة الأولى أجي أقسم على الكتلة يعني المتغير ماتي رح أقسمها على الكتلة بحيث هاي الخاصية رح ننطيها مصطلح specific يعني مثلا عندي مثلا الطاقة الداخلية الانترنال انرجي الطاقة الداخلية قبل شوية قلت لكم تعتمد على الكتلة فهي إكستنسف إذا أريد أحولها إلى انتنسف أقسمها على الكتلة فراح تصير اليو على الام اليو على الام اليو هنا هي طاقة داخلية انترنال كصفات إكستنسف عفوا إيه إكستنسف إذا أحولها إلى انتنسف صغيرة 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 يو سمول رح نسميها specific انترنال انرجي مجرد أقسمها على الكتلة الطريقة الثانية أقسمها على عدد المولات إذا قسمتها على عدد المولات أيضا هاي الخاصية تتحول من خاصية شاملة أو إكستنسف إلى خاصية دقيقة أو انتنسف وبهالحالة رح ننطيها أو نسميها مولر specific انه فالدلالة انه احنا قسمنا على عدد المولات مثال على هذا قاملتنا إذا قسمناها اليو مكمن نقسمها على كتلة رح نقسمها على عدد المولات فاش رح نسميها رح نسميها مولر specific انترنال انرجي وهاي طبعا غلط هنا هاي الام صار small صار يو يو للام يعني sub يعني الام صار يعني هيتش أصالح لكم ياها حتى تكون واضحة قدامكم عفوا منها منها أغير لكم ياها حتى تشوفوها شون تصار يعني تصار بهذا الشكل اوكي يقول طبعا بشكل عام الصفات ماتي تعتمد على الكتلة دائما أكتبها ب رمز قابطل يعني رموز أو حروف قابطل والصفات اللي متعتمد على الكتلة اللي هي الانتنسب نكتبها بحروف سمو ولكن أكو يسموها يعني يعني شون نقولكم أكو صفات شازة مثلا الحرارة الحرارة هي متعتمد على الكتلة ولكن تكتب كابتل لتر فديروا بالكم يعني ممكن أنه واحد يتوه يشوف يشوف تيل مكتوبة كابتل فيروح فكرة أنه هاي خاصية اكستنسب في حين هي اكستنسب متعتمد على الكتلة فديروا بالكم على هذي إن شاء الله أوكي عدكم سؤالا لحد هنا طلاب واضحة الفكرة أوكي ماكو سؤال تمام نجي على حالة شنو معنى حالة المادة شنو معنى حالة التوازن الثرمو ديناميكي بالنسبة للحالة أو الستايت نحن نسميها شنو معنى حالة مادة بالبداية قاني شنو عندي رح نفرغ انه عندي فى النظام وهذا النظام مدى يصر به اي تغير مدى يصار بي اي تغير بمعنى انه الحالة مادة ثابتة من اقول حالة معناها انا عندي متغيرات ثرمو ديناميكية وهذه المتغيرات هي بحالة ثبات ماذا يصبح بها تغير؟ ومثل ما قلنا ومثل ما اتفقنا ذا البداية أنه إحنا في الماديناميكز زي تعامل هي متغيرات من مفهوم الماكروسكوبيك والمفهوم الكبير مثل شنو مثل كتلة مثل حرارة مثل ضغط مثل حجم فهنا دا تلاحظون هاي المادة عندي المتغيرات مالتها كتلة 2 كيلوغرام الحرارة 25 والفوليوم مالتها 1 متر مكعب فإحنا بنقول هاي حالة النظام هاي حاليا النظام مالتها بحالة ثبات أو استقرار في شوق ما يطرق علي تغير رح يتحول من الحالة الأولى إلى الحالة الثانية بهالحالة إحنا هذا عندي طبعا مكبس أو فيستام يسموه المكبس تم رفعه إلى الأعلى فتلاحظون أنه شنو اللي يتغير به فقط الحجم كان واحد متر مكعب صار ثلاثة متر مكعب بمعنى أنه الغاز صار عندنا في حالة تمدد أو إكسفانشن صار به فلهذا أنه الحجم ما تتغير فطول ما كانت ما بدون تغير احنا نقول هنا النظام في حالة توازن لأنه المتغيرات الثرموديناميكية مالتنا في حالة ثبات متى ما صار تغير بهذه المتغيرات صار عندي تغير بالحالة واضحة هذه المتغيرات الثرموديناميكية احنا شنسميها عندنا نتقا تكميها بالمحاضرة الأخيرة نسميها State Variables أو متغيرات الحالة ليس سميناها متغيرات الحالة؟ لأن هي تستخدم لوصف حالة النظام الثرموديناميكي نقول هذا النظام حرارة كذا حجمة كذا ضغطة كذا وهكذا فلهذا صارت تحت اسم المتغيرات الحالة طبعا متغيرات الحالة ما تعتمد على شون تحول النظام تجي على الحالة الأخيرة تجي على الحالة الأخيرة بمعنى أنه ما تعتمد على المسار اللي سلك هذا النظام من الحالة واحد إلى الحالتين يعني هسه مثلا تلاحظون أنه الحجم واحد متر مكعب شقد صار ثلاثة متر مكعب أنا من أجي أجي أخذ الحجم الأول والحجم الثاني بس ما إلي علاقة شون شقد صار التغير أو شون المراحل اللي مر بيها الحجم حتى يوصل إلى ثلاثة متر أنا أجي أخذ الصافي إيش قد الحالة الأولى إيش قد الحالة الثانية ما إلي علاقة بالمسار اللي سلك هذا النظام حتى يوصل إلى الحالة الأخيرة أو الحالة النهائية اللي هي ثلاثة متر مكعب بمعنى أنه المتغيرات الحالة ما تعتمد على المسار ما تعتمد على المسار وإنما تعتمد على الحالة النهائية اللي وصلها النظام هذه رح تفهموها أكثر من نجي ناخذ التفاضل التام والغير التام وعلى أساسها نحدد هل المتغيرات هذه هل هي تعتبر متغيرات حالة لو ما تعتبر متغيرات حالة؟ أوكي هل سورا ما عرفنا أنه الحالة أو الستيت هي عبارة عن متغيرات تحدد حالة النظام ما شوكت أقدر أقول هذا النظام هو في حالة توازن فيرموديناميكي ما شوكت أقدر أقول فالتوازن فيرموديناميكي هو حالة تكون بيها خواصة نظام إلى حد معين تكون مشابهة مع الخواص للنظام المحيط أو البيئة المحيطة يعني عدكم مثلا خلي نقول بطل مع المي وحطيه بره هذا بطل المي إلى نفس الخواص مع الغرفة نفس الدرجة الحرارة مثلا نفس الضغط فإحنا نقول معناها هذا بطل المي يصار بحالة توازن مع البيئة المحيطة ولهذا نقول هو بحالة توازن في حين إذا جبتوا غلاس مات شاي وهذا الغلاس صرعا مفتوح وكان حار وخليته بمكان بارد أكو تغير بالصفات أكو تغير بالصفات أكو تغير بالحرارة فيظل يقوم يصار بتغير بالحالة إلى أن يوصل إلى حالة التوازن هذا المثال ما لاتني سموه thermal equilibrium أو حالة توازن الحراري هذا اللي هو أحد أنواع التوازنات أنا عندي طبعا ثلاثة أنواع من أنواع التوازن مجموعهم يمثلي التوازن الثرموديناميكي فهسا مثلا النوع الأول من أنواع حالة التوازن هو التوازن الميكانيكي شنو معناه؟ حطتلكم يا بالأحمر، معناها لا تغير بالأحمر يعني القوى المؤثرة على هذا الجسم من البيئة المحيطة تكون متساوية يعني هسا شوفوا مثلا هذا الشكل قدامكم هذا اللون الأخضر هو system أو نظام عندي قوة الجاذبية متوازنة مع قوة مثلا الرفع أو قوة السحب على سبيل المثال من عندي أكو توازن الجسم مع البيئة المحيطة أو ماكو قوة غير متوازنة على هذا الجسم تعمل على هذا الجسم، احنا نقول هذا الجسم في حالة توازن ميكانيكي بمعنى آخر، هنا يقول لا أن النظام ولا أي جزء من النظام يعاني من تعجيل ما معنى تعجيل؟ معناها الجسم مستقر، ماكو مبي حركة، الجسم ثابت هذا يقول معناها ماكو تربلنس، معناها ماكو اضطراب بهذا الجسم، الجسم ثابت ومستقر في حالة توازن ميكانيكي، ماكو قوة تعمل على تحريك هذا النظام في حين إذا أدتكم سيستم مثلاً مثلاً طوبة أنت تحاطيها، وهذه الطوبة ضربها واحد من أدتكم بحيث سلط عليها قوة، فبالتالي راح تصبح بها تعجيل أو تتحرك، فما راح تكون في حالة توازن ميكانيكي، هذا النوع الأول النوع الثاني يسموه التوازن التوازن المادة أو الماتيريال، اللي هو بينقوسياً يسموه الفيز أنت كميكال إكوريبريام، اللي هو حالة التوازن الكيميائي والفيزيائي، الفيزيائي نقصد به الطور يعني ميعتكم، هذا الميب هو حالة السائلة، راح يبقى حالة السائلة، إلا إذا تعرض مثلاً إلى تبريد، راح يتحول من سائل إلى صلب، وإذا تعرض الحرارة راح تحول من سائل إلى بخار طالما هو بنفس الطور، نحن نقول هذا في حالة توازن فيزيائي أو الطور مادة ثابت، وبالنسبة للكيميكال إكوريبريام أو التوازن الكيميائي، هو في إلى نفس التركيز يعني مثلاً أعتكم مادة كيميائية معينة، خلي نقول نيتروجين، فالنيتروجين التركيز مادة هو ثابت بهذا الكونتينر أو هاي الحاوية اللي تحتوي على النيتروجين مدى يصر تغير بالتركيز؟ أوكي؟ أو مدى يصر تغير بالنوع الكيميائي أيضاً؟ يعني مثلاً مدى أجي أخلي مادة أخرى على سبيل المكان؟ عندي نوع واحد كيميائي أو عندي نوعين كيميائية، نوعين من الغازات ولكن تركيزها ثابت، فبهالحالة أنا أقول هي في حالة توازن كيميائي معها طبعاً مع الوقت هذا الحاجة إحنا مدى نقول مدى نحجي سواء توازن ميكانيكي أو حتى الفيزيائي والكيميائي، نأخذها مع الوقت النوع الثالث أو الأخير اللي هو التوازن الحراري أو الثيرمال، باعوا هذا المثال هو اللي يوضح لكم عندي جسمين، هذا عندي جسم هوت وهذا كولد، وخليناهم بحالة تماس من عندي اختلاف بدرجة الحرارة بين هذول الجسمين، هما في حالة توازن، رح يصير انتقال حرارة من الهوت إلى الكولد معناها عندي انحدار حراري في هذا النظام، فإذا كان أكون عندي انحدار حراري، معناها هذول الجسمين هما مو بحالة توازن حراري، ولهذا على هذا الأساس رح يصير عندي انتقال بالحرارة بالحرارة أو بالطاقة، لكن المثال الآخر هذول الجسمين لدي شوفوهم، هما فيهم لهم نفس درجة الحرارة، فهنا نقدر نقول أنه عندي توازن حراري، هذول الجسمين نفس درجة الحرارة، بمعنى أنه عندي نفس درجة الحرارة في هذا النظام، ما عندي انحدار بالحرارة في هذا النظام، واضحة، فهذا مفهوم التوازن الحراري، إذا نجي ناخذ المفاهيم الثلاثة، اللي هو الميكانيكل والماتيريال والثيرمل، هذول ثلاثة هم مجتمعين، إذا تحققوا ذاك الوقت نحن نقول الثرمو دايناميك سيستم أو النظام الثرمو ديناميكي هو في حالة توازن ثرمو ديناميكي على الشرط أنه ثلاثتهم يصيرون، أوكي، هذا هو مفهوم الثرمو دايناميك نجي على الموضوع الآخر، اللي هو موضوع الترانسفورميشنز أو التحولات التحولات، هودا، عندك شفت فكرة؟ عندك شفت فكرة شنو معنى التحولات؟ أو الترانسفورميشنز؟ شنو معنى تحول؟ هودا، ويانا؟ هودا، ويانا؟ شنو معنى ترانسفورميشنز؟ شنو معنى تحولات؟ دكتور أجاوب؟ يا ريت هو تغير يخضع له نظام من حالة توازن إلى أخرى؟ تمام، هذا ممكن إحنا طبعا هو من إحنا دا نقول ترانسفورميشنز، بيصار انتقال يعني كأنما، بيصار التغير بالمادة من حالة إلى أخرى، بس هذا التعريف اللي قلتي، ينطبق أكثر شيء على البروسس أو العملية، يعني، يعني عندي، إذا تلاحظون بهذا الرسم، هذا الرسم، هذا الرسم يمثل لي بيستون أو مكبس، المكبس كان بالحالة الأولى، هذه، كان هنا، من صار دفعناه، وصل لهذه الحالة، الحالة الأولى، الـ State 1 هي حالة توازن، والـ State 2 أيضا حالة توازن، واللي بياناتهم هي حالة عدم توازن، المفروب يعني، لأنه ديصر به تغير، طبعا هاي هم إلها، يعني شو نقول بيها نقطة جدل، إنه شوكت نقول إحنا عدنا حالة توازن تام أو شبه تام، وشوكت نقول مو عدنا حالة توازن، ولكن، نركز على هاي الحالة، هي الـ State 1 إلى State 2، عملية التحول من الحالة الأولى إلى الحالة الثانية، نحن نسميها عملية أو بروسس، يعني صارت عندي عملية، انتقلت أو تحول بيها هذا النظام من حالة إلى أخرى، والحالتين هم تعتبر حالات توازن، إذا أجينا، إذا أجينا، أخذنا سلسلة التحولات، يعني إحنا طبعا هم مو عدنا حالتين فقط، يعني عدنا عدة تحولات أو عدة حالات، قد تكون يعني ما معدودة، أو عديدة، هواية، فسلسلة الحالات اللي يمر بيها النظام، خلال هاي العمليات، عمليات التحول، نسميها المسار أو البث، على سبيل المثال، عندنا هنا نظام، هذا النظام صار بيت تحول يعني، صار بيت تحول من الحالة الأولى، اللي هي بحالة المكبس، إلى الحالة الثانية، اللي هي الحالة الثانية، هاي المكبس من صار بي صار ضغط، يعني ضغطنا للداخل، هنا صار عندي تحول من حالة أولئية الحالة الثانية، عملية التحول نسميها المسار الثرموديناميكي أو البث، هذا البث هو المسار الثرموديناميكي، اللي هو عبارة عن سلسلة من الحالات اللي يمر بيها النظام، خلال عملية معينة أو خلال عمليات، طبعاً هذا المسار، شون أقدر الرسمة، رح أسم الرسمة اعتماداً على محاور ثرموديناميكية، اللي هي بالأساس تعتمد على متغيرات ثرموديناميكية، يعني مثلاً، إذا تذكرون المحاضرة الفاتت بالأخير، قلت لكم عندي متغيرات حالة، اللي هي state variables، عندي ربطناها بالمعادلة الحالة، اللي هي كان عندي P والV والT، تذكرون الضغط والحجم والحرارة، إذا أخذنا متغيرين، يعني أخذنا، ثبتناهم على قيم معينة، وجينا شفتنا التأثير مع هذول المتغيرين على المتغير الثالث، نشوف شون دا يتغير، مثلاً، عندي الـ property أو الخاصية أو المتغير، مثلاً هنا P وهنا T، وشفتنا الـ volume شون دا يتغير، بهالحالة أنا أخذت متغيرات فيرموديناميكية، وأخذت رسمة المسار أو الـ path قالته، هو هذا معنى الـ path أو المسار، اللي هو يمثل لي المراحل اللي مرت بها هاي المتغيرات خلال عملية معينة، أوكي، هنا أقول لكم، يعني عدد يعني لا يحصى من المسارات خلال الـ diagram أو خلال الشكل أو المخطط الثرموديناميكي لنظام، تصير بيه تحولات للنظام من حالة التوازن إلى أخرى، ولكن أرجع وأؤكد على هاي النقطة اللي جداً مهمة، أنا من أجي أخذ هاي المتغيرات فيرموديناميكية، ما إلي علاقة بالمسار، أنا أجي أخذ نقطة بداية ونقطة نهاية، ضاعوا هذا الرسم، أنا هسا عليه شو مركزة؟ مركزة على الحالة الأولى ومركزة على الحالة الأخيرة، ما إلي علاقة بهذا الـ path أو المسار، ما إلي علاقة، ليش؟ لأن أنا إذا أخذ متغيرات حالة، متغيرات فيرموديناميكية سموها state variables، ما إليها علاقة شون صار هذا التغير، يجي أخذ الحالة الأولى والحالة الأخيرة، إذا كانت هذه العملية تمشي بشكل جداً قريب من حالة التوازن، ذاك الوقت أقول هاي العملية كانت quasi-static يعني شبه ثابتة أو quasi-equilibrium process أو شبه متوازنة، إيش وقت أقول quasi-static أو quasi-equilibrium؟ رح نرجع لنفس المخطط، يعني إذا كان الفرق بين الحالة الأولى والحالة الثانية جداً صغير، كلش صغير، قريب من حالة التوازن، يعني ما صار بيتغير كلش كبير، ذاك الوقت أقول هاي العملية هي عملية كانت شبه متوازنة أو شبه مستقرة، كواسي-ستاتيك أو كواسي-كوليبريم، أعلم، استاتيك، كواسي-ستاتيك أو كواسي-كوليبريم وبروستيط، أما شبه ثابتة أو شبه متوازنة، إذا صار تغير بالسيستم، ولكن بشكل جداً قريب من حالة التوازن، أضطيكم مثال، عندي مثلاً هذا، إذا هذا المتغير مثلاً هنا عندي، كان مثلاً درجة الحرارة، خلي نقول، كانت تسعة وثلاثين، والحالة الثانية مالتها صارت تسعة وثلاثين بوينت وون، يعني الفرق اللي صار بالحرارة بوينت وون فقط، يعني تغير جداً قليل، فإذا أقدر أعتبر أن هذا بوينت وون هو في تغير جداً صغير قريب من حالة التوازن، ما صار تغير عالي، يعني مو مثل ما نقول حرارة كانت تسعة وثلاثين، صارت تلاثة واربعين، هذا تغير كل الشبير، فهذا ما نقدر نعتبر كواسي-ستاتيك أو كواسي-كوليبريم، بها الحالة، إذا كان التغير بوينت وون، أقول قريب من حالة التوازن، ولهذا أقدر أعتبره كواسي-ستاتيك، أوكي؟ إذا أجي، هذا الحجي اللي حجيته، إذا أجي أطبقه بالمفهوم الرياضي، إذا أجي أطبقه بالمفهوم الرياضي، شون راح أطبقه؟ أطبقه بحالتين، أولاً، نأخذ التكامل، نأخذ التكامل ما المتغير، أو ما الـ فهذا المثال عندنا، نأخذين الـ أو الـ اللي قد رفع حجيت لكم عليها، الـ اللي هي قلت لكم مجموع السنسبل والـ والـ بالمفهوم الميكروسكوبيك، إذا أخذنا مفهوم الميكروسكوبيك، نأخذ مجموعهم، فبغض النظر، إذا أخذنا الـ الانترنال انرجي، وجاءنا نريد نعبر، نريد نعرف، هل هذا الانترنال انرجي، أو طاقة الداخلية، هل هي state variable؟ لو لا، هل هي متغير حالة؟ لو لا، الشون أعرف، الحالة الأولى أخذ التكامل، أو طريقة الأولى، نأخذ التكامل، قدم التكامل ما يعتمد على المسار، ولكن يعتمد على الحالة الأولية، والحالة الابتدائية، فمن أجي أكامل، الحد الأدنى هو الـ اللي هي state number one، الحالة الأولى، والـ فمن أجي أكامل، راح يصير U للـ حالة B ناقصاً U للـ A، واضحة؟ بمعنى أنه أخذت الحالة الاتدائية، والحالة الأخيرة، أوكي؟ إذا هذا التكامل، ساباني صفر، أقول بلاك الوقت، أقول أنه معناها، هذا المتغير ما اعتمد على المسار، ليش؟ لأنني رجعت على نفس النقطة اللي بديت منها كأنما، يعني بهالمفهوم، يعني التغير من حالة A إلى حالة B، كان تغير جداً صغير، فكأنما يعني أنا، ما صار تغير كبير، فمن أجي أكامل، يعني إذا هنا أجي أقول U للB مثلاً، كان ثلاثة، وU للأي كان ثلاثة، فثلاثة نقص ثلاثة رح يساوي لي صفر، فالتكامل الكنتوري، للU، رح يساوي لي صفر، هذا هو بحد ذاته هو شرط، أو دليل على أنه، أنا عندي تفاضل تام، يسمى exact differential، المتغير الحالة، إذا ما اعتمد على المسار، وإذا كان التفاضل التام ماتي، مساوي إلى الصفر، فهذا فالدليل قاطع أنه، المتغير الحالة هو، يا عفوا، المتغير ماتي هو متغير حالة، واضحة الفكرة؟ يعني إذا أجي، أريد فالدليل قاطع على أنه، التحولات اللي صارت، المتغير معين، هاي التحولات، كانت صغيرة، وهذا المتغير ماتي هو state variable، أو متغير حالة، لازم عندي، التغير ما يعتمد على المسار، يعني التغير اللي صار، أو هذا المتغير ما يعتمد على المسار، وحتى أثبت هذا الكلام ماتي، لازم أسوي تكامل، من الحالة البتائية للحالة النهائية، لهذا المتغير، أخذ التكامل، وإذا أخذنا التكامل، وطلع لي يساوي صفر، معناها هذا تفاضل تام، معناها المتغير ماتي، لا يعتمد على المسار، هذا الحجي كله، مننا أخذ إن شاء الله، مفهوم الwork، رح يسرعتكم أوضح، لأنه رح نطبقه بمعادلات رياضية، وبتطبيقات أكثر، ورح يثبتون بالدليل القاطع، أنه الwork، هو most state variable، لأنه يعتمد على المسار، ما معناه يعتمد على المسار؟ بسرح تفهموها أكثر، مننا أخذ العمليات الـ الـ يعني، هذا الشكل مالتنا، أنا حسنا، أخذت متغير، على سبيل المثال الـ من أخذناها، أنا، ما أجيت شفت الـ إش قد يصير هنا بيتغير، أجيت أخذت الحالة الأولية والحالة النهائية، ما أجيت على المسار، وعلى التغير بكل نقطة من نقاط المسار، ما أجيت أخذت التفاصيل الدقيقة، أجيت أخذت فقط الحالة الأولى والحالة الأخيرة، وسويت تكامل، وطلعت التكامل يساوي 0، وبالتالي، طلع لي تفاضل ثان، وبالتالي هو state variable. أوكي؟ من أجي أنا على، هسا اللي حاجة لحجية تلكمية، من أجي على العمليات، اللي دي تتم من تغير، دي تصير تغير بمتغير معين، من حالة إلى أخرى، أو ترانسفورميشن، عندي الترانسفورميشن أو التحول، هو دي يصير، دي يصير من حالة أولية، اللي هي سميناها I هنا بهذا الرسم، مالتنا، إلى F، الـ I جاي من كلمة initial، يعني ابتدائية، والـ F جاي من كلمة final، اللي هي الحالة النهائية، إذن عملية التحول كتعريف، أو الترانسفورميشن، هي عملية تحدث لنظام، بحيث تنقل من حالة أولية، إلى حالة نهائية، إذا أجي على مخطط فرموديناميكي، اللي هو يسموه مخطط PV، شنو معنى PV؟ عندي الحجم على محور X، والـ P على محور Y، وأجي أرسم تغير مثلاً، خلي نقول الحرارة، على سبيل المثال، وأشوف تغير الحرارة، من أثبت قيم معينة للـ P والـ V، وأشوف الحرارة، شون ده تتغير، فنشوف، لاحظوا هنا عندي، عندي عملية ده صير من I إلى F، وعندي من F إلى I، هذا التحول اللي ده يصير، إذا كان بطريقة بحيث يكون السيستم والبيئة المحيطة، ما صار بهم تغير، ما صار بهم تغير، لا كل وقت أقول هاي العملية عكسية، أوكي؟ بمعنى آخر، هنا يقول العملية العكسية، الـ Reverse، أو سموها، هي العملية اللي نقدر نعكسها عند أي نقطة على المسار، بطريقة تكون كلا النظام والبيئة المحيطة يعود إلى حالة الأصلية، يعني هسا لاحظوا، أنا عندي هسا السيستماتي بنقطة I، وهذه الحالة الابتدائية، إذا وصل إلى حالة F، اللي هي الحالة النهائية، أنا هسا أقدر أعكس من F إلى I، وبنفس المسار، يعني طبعا هو هذا المسار I، وأقدر هسا أجي من F إلى I، اللي هو المسار I'، بس هنا أيضا هو راح يكون reversible، ليش؟ لأنني عندي البيئة المحيطة، وعندي الـ System، رجعوا لنفس الحالة اللي كانوا بيها، ما صار بيهم تغير، ما صار بيهم تغير، يعني اثنينة هم حظوا على صفاتهم، بهالحالة أقدر أقول أن هاي العملية عكسية. طبعا راح نطيكم أمثلة ورا ما نشرح الفكرة، حتى أوضح المفهوم أكثر، الشفقة طبعا تكون reversible، لما التحولات من الحالة الأولية إلى الحالة النهائية، تتم ببطء شديد خلي نقول، بحيث بأي لحظة تقدر العملية تنعكس، وترجع لحالة التوازن اللي كانت عليها سابقا، أوكي، ولكن، إذا العملية ما تمت بهذا الشكل، وما قدرت ترجع، يعني ممكن السيستم يرجع إلى وضع الطبيعي، ولكن البيئة المحيطة صار بها تغير، وما ممكن ترجع للحالة اللي كانت بيها، ذاك الوقت أسمي العملية، عملية غير عكسية، لأن البيئة المحيطة ما تقدر ترجع، أنا شرط ماتي أن تكون العملية عكسية، لازم ثمياناتهم، النظام والبيئة المحيطة، يرجعون للحالة اللي كانوا عليها، ولكن إذا واحد من عندهم رجع، والثاني ما رجع، ما نقدر نقول هاي العملية عكسية، شوفوا هسة، هنا يقول العملية العكسية، ممكن أن تنعكس، بدون أن تترك أي أثر على البيئة المحيطة، يعني البيئة المحيطة ترجع مثل ما كانت، طبعا هادش وقت يكون، يعني جائز أو ممكن، هنا نعطيكم مثال، إذا كان الصافي التبادل بالحرارة، وصافي التبادل بالشغل أو بالعمل، بين البيئة المحيطة، وبين النظام، هو زيرة، يعني صفر، يعني صار إحنا عندنا تبادل، ولكن صافي التبادل صفر، شنو معنى صافي التبادل؟ معنى هاني، رجعت البيئة المحيطة لما كانت عليه، ورجع السيستم لما كان عليه، بحيث أنه صافي التغير، صار صفر، نعطيكم هنا مثال، يقول أفرض عندي نظام، هذا النظام هو عبارة عن غاز، والغاز مغلق، يعني موضوع الغاز موضوع بكونتينر، أو بحاوية مغلقة، وعندنا، موضوع باستن، أو مكبس متحرك، مكبس متحرك، إذا طول ما أنتو تتحركون المكبس ببطء شديد، حركناه من الحالة I، إلى الحالة F، وببطء شديد، أنا أقدر بنفس الحالة، إذا نضغط المكبس إلى الداخل، وببطء شديد، أقدر بنفس الوقت على كيفي أسحب المكبس إلى الأعلى، وببطء شديد، بحيث أرجع النظام إلى حالة اللي كان عليها سابقاً، ولهذا أقدر أسميها هاي العملية عكسية، إذا حركة المكبس ببطء شديد، يعني للداخل وإلى الخارج، أقدر أعتبرها عملية عكسية، ليش؟ لأن راح أقدر أرجع السيستم إلى وضع الطبيعي، وأقدر أرجع البيئة المحيطة إلى وضعها الطبيعي، وإثنانهم يبقون بحالة توازن، أرجع السيستم إلى وضع الطبيعي، بالنسبة للعملية الثانية، اللي هي العملية الـ irreversible process، عندي يقول إنه نفس الخطوات، ما قدرنا نتبعها بنفس الدقة أو بنفس الشكل، طبعاً هذا التحول اللي صار عندي بالمادة أو بالمتغير، ما نقدر نعتبره عكسي، يعتبره غير عكسي أو irreversible، يعني شوفوا هذا المثال مالتنا، قبل شوية احنا تشلنا راسمين مخطط، من i إلى f، ومن f إلى i، نفس المسار، ونفس الحالة، يعني ما صار أي تغير، هنا دا تلاحظون أني نسوية تلكمياء بشكل مثل زجزاج يعني، بمعنى أنه أنا جيت من حالة f إلى i، ما مرينا بنفس الخطوات اللي كنا مارين بها بالمسار الأول، يعني هذا المسار i أو path، من i إلى f، يختلف عن المسار اللي هو السمينال i'، فما طول صار اختلاف، معناها ماذا نقدر نرجع إلى نفس الحالة اللي كنا عليه قبل ما يصير تغير، فبهالحالة راح نقول إنه هاي العملية هي عملية غير عكسية، بمعنى آخر، يقول السيستم قد يرجع إلى النقطة اللي كان عليها، ولكن البيئة المحيطة أو الـ surrounding ما ترجع، مثال على هذا، يسموه free expansion أو التمدد الحر، التمدد الحر للغاز، الغاز من يتمدد بعد ما يقدر يرجع، وحتى إذا رجع السيستم، فالبيئة المحيطة صار بيه تغير، لأن يعني ما ممكن ترجع، ما ممكن ترجع إلى حالاتها الطبيعية، فنعتبر العملية عملية غير عكسية. هناك أتبت لكم حزورة، الحزورة تقول تفعل ذات، يعني هذا الحاجة كلها، راح نبني عليها فد مبدأ، هو التربانات ميكسينج، شنو معنى التربانات ميكسينج؟ بالغلافة الجوية، هي مفضلات ميكسينج، يعني الخلطة المفضرب، الذي يصبح بالغلافة الجوية، هو عملية أو مصدر للعمليات غير عكسية، لماذا؟ هذا أترككم إياه، أنتوا تجاوبوني عليه، وتجاوبوني بالواجبات إن شاء الله. أعدكم سؤال طلاب إلى هنا، لأنا راح أسألكم على هذا الدايجرام، أريد أحد يشاركني، من الطلاب، عباس، عباس ويانا، نعم، عباس، عباس، هذا عندك الشكل الفوق، هذا الشكل الفوق، عندي مي، عندي مي بدرجة حرارة ناقص خمسة، بيتحول، بيتحول إلى جديد، بدرجة ناقص خمسة، هل هذه العملية أقدر أعتبرها عكسية، لو غير عكسية، شو تقول؟ فكر، فكر، إحنا قلنا العمليات العكسية، لازم تتم ببطء شديد، بحيث أقدر أرجع إلى الحالة الأولية بأي لحظة، مي بدرجة حرارة ناقص خمسة، هنا شو تقول، هنا أنا عندي مي بدرجة حرارة ناقص خمسة، شنو صار؟ صار ثلج بدرجة حرارة ناقص خمسة، هل يعتبر عكسي، لو غير عكسي؟ أعتقد عكسي دكتورة، غير عكسي، عفو، أعتقد غير عكسي، زين، منو يجاوبني بعد؟ منو يجاوبني بعد؟ زين عباس، انت ليش استنتاجت هذا الاستنتاج؟ ليش غير عكسي؟ برأيك، وطبعاً ما هو بس عباس، السؤال موجه للكل طلاب، طلاب بالمناسبة، اللي، اللي الواضع ينما ما يقدر يعني يحكي، يكتب لي عد شات الجواب ماته، وأشوفه بعدين، منو يقدر يجاوبني؟ سجا، سجا، سجا ويانا، حنان، منو يجا، شهد، حسنا، حسنا، عباس، تقدر تتواصل هسا ويايا؟ نعم دكتورة عباس، انا راح اجاوبك على يعني الحل ماتك اللي قلتا، طبعاً انت جاوبك صحيح، اللي دايصار شنو؟ حتى بس تكونون بالصورة، قدكم هنا، هذا الدايجرام الجوا، قدكم مي، قدكم مي بدرجة ناقص خمسة، هذا المي، ش راح اسوي له؟ راح اسخنه، ش راح يتحول؟ يتحول الى مي بدرجة صفر مئوي، وراها، راح يتحول بعد التبريد، يعني هنا شنو معنى؟ مي هنا هو، مي بدرجة ناقص خمسة، مي بارد كلش، راح يتحول الى مي بدرجة صفر مئوي، بعد ما سخنته، بعدين راح أبرد، راح يصير جليد بدرجة صفر، وراح أبرد مرة ثانية، راح يتحول الى جليد بدرجة ناقص خمسة، شوفوا كم عملية مريت بها، فأني من دا أمر بهاي العمليات، كأنما إذا أشتغل ببطء شديد، أو بالتدريج، بحيث أنا أقدر بكل سهولة أرجع، يعني هسة، أنا هذا الآيس، بناقص خمسة، أقدر أدفي، أخليه آيس بدرجة صفر، أقدر لو ما أقدر، أقدر، فإذاً، هذا الدايغرام الجوة، ما طول دا يتم ببطء شديد، يعتبر عملية عكسية، أقدر أعكسها بأي لحظة، في حين هنا ماكو تدريج، هنا جتنا كفخة هيتشي، يعني فاتشي سريع، يعني رأساً من مي بناقص خمسة إلى جريد بناقص خمسة، يعني تبريد جداً سريع، مو ببطء، فجاء تبريد كلش قوي، فما أقدر أرجع، فبهالحال أن هاي العملية عندي غير عكسية، في حين هاي العملية عندي عكسية، شكراً عباس، ننتقل للموضوع الوراء، اللي هو، شنو معنى سايكل، سايكل يعني دوري، دوراني، دوري، معناها عندي عملية دورية دا الصير، فأنا شو كده أقول، هذا السيستم دا يخضع لعملية دورية، لما يرجع إلى نفس الحالة اللي كان عليها سابقاً، باعه هنا، عندي نفس شوية الرسم اللي راويتكم إياه، عندي سيستم دا يروح من الحالة رقم واحد إلى حالة رقم اثنين، وبعدين يرجع، طبعاً هنا بالعكس صايرة، من حالة رقم واحد إلى حالة رقم اثنين، وبعدين من حالة رقم اثنين إلى حالة رقم واحد، زيان، هاي السايكلك، هاي هي العملية الدورية، دا يرجع إلى نفس النقطة اللي انتهى منها، أريد أحد يجاوبني من عدكم طلاب، هل هاي هسا على هذا الحجي وعلى هذا الشكل، هل هاي العملية تعتبر، رفيرزابل أو الربيرزابل، عكسية لغير عكسية؟ هم، من يجاوبني؟ يا الله طلاب، من يجاوبني؟ هل هاي العملية؟ هل ممكن، السؤال أصير لكم يا بشكل آخر، هل ممكن العمليات الدورية تكون عكسية، لو غير عكسية لو كلاهما؟ دكتور اعتقد عادة تصير عكسية، وممكن تصير غير عكسية لو لا؟ طبعاً دكتور، لأننا مثلاً، الماء، إذا مجمد من الصهار، يتحوى إلى شيء، وإذا عند جمده، يمكن أن يرتاح تغل، نحن بدأ نتحدث، أنا مجرد ذا كمثال ماء الماء، ولكن قصدي أنا كعملية دورية، هذه عملية دورية، نحن شقلنا، قلنا دا يمر من حالة واحد إلى حالة اثنين، ومن حالة اثنين إلى حالة واحد، يعني دا يرجع إلى نفس النقطة، اللي بدأ من أدن، بمعنى أنه، هو هاي سموه العملية الدورية، ولكن أنا راح أجاوبكم، ممكن العملية الدورية تكون عكسية، وممكن تكون غير عكسية، حسب الحالة اللي رجع إلى هالنظام، حسب الحالة اللي رجع إلى هالنظام، هل هي نفس الحالة، لو مو نفسها؟ يعني هل، أنا من بديت، الحالة رقم واحد، ورحت عال على الحالة رقم اثنين، وبعدين من حالة رقم اثنين رجعت، هل الحالة اللي وصلت لها، هي نفس الحالة اللي بديت من عدّها؟ على سبيل المثال، هل وصلنا Lip believes true to thefalив trigger to the weak system? إذا وصلنا نفس درجة الحرارة، منقول العملية عكسية، إذا لأ، من علينا رجعنا، ما رجعنا نفس الحرارة، رجعنا إلى حرارة مختلفة، فراح تصير غير عكسية، بشكل عام طبعا مضم العمليات اللي يتم بالطبيعة هي عمليات غير عكسية ليش؟ لا يصبح تغير بالبيئة المحيطة علا عفوا دكتوري نعم، فضل ممكن تقديني بس آخر فقارتي؟ ؟؟ جاهبة نبدأ بحالة، سننتهي بنفس الحالة فالحالة الأولية، حيننا بدينا في الحالة الأولى وننتهي للحالة الثانية وننتهي عند نفس الحالة التي كانت عليها هذه معناها العملية الدورية بمعنى أنه السيستم أو النظام راح يرجع إلى نفس الحالة الأصلية اللي كان عليها سابقا أوكي يعني بنهاية السيستم راح يمر بحالة أو راح عفوا راح يمر بعملية ولكن النهاية من هاي العملية هي نفس الحالة الأصلية للنظام بمعنى آخر يقول لك الانيشيال والفاينال ستيت متماثلا يعني ستيت واحد راح تساوي لي ستيت اثنين الحالة عفوا مو هيجي عفوا يعني بمعنى أنه الآي هسا خلي أرجع على هذا هذا الآي يعني هسا رحت من آي إلى أف ومن أف إلى آي بمعنى أنه آني وصلت رجعت إلى نفس النقطة اللي بديت من عدها هذا اللي أقزنا رجعت إلى نفس النقطة اللي بديت من عدها ولكن قد تكون هاي العملية الدورية قد تكون عكسية أو غير عكسية يعني شوفوا أنتو بهذا المثال آني من هسا حجيت على العملية العكسية آني بديت من النقطة آي ورحت للأف وبعدين من أف إلى آي اللي صار شنو بالعملية العكسية هذا المسار هو نفس هذا المسار نفس المسارات هنا عندي هذا المسار هو مو نفس هذا المسار ولكن آني شنو اللي همي بالعملية الدورية أو السايكاليك أنه نجعت نفس النقطة لهذا آني إذا أقول لكم العملية الدورية قد تكون عملية عكسية أو قد تكون غير عكسية فإذن تعريف العملية الدورية هي عملية هي عملية يرجع بها النظام إلى نفس الحالة اللي بدأ من عدها هي عملية يرجع بها النظام إلى نفس الحالة اللي بدأ من عدها بمعنى أي تحول راح يبدأ بI ويوصل للF وبعدين من F إلى I هذه هي العملية الدورية وقد يكون Reversible عكسي وقد يكون Reversible واضحة أني ما ألي علاقة بالمسار أني ما ألي علاقة بالمسار اللي مشى عليه المهم أنه الحالة الأولية رجعنا لها نفسه نفس الحالة رجعنا لها وقلنا أنه معظم العمليات اللي يتم بالغلافة الجوي هي عمليات Reversible عكسية لأن السيستم قد يرجع لحالتها الطبيعية ولكن البيئة محيطة ما راح ترجع لحالتها الطبيعية نحتاج متغيرات فيما ديناميكية نحتاج متغيرات فيما ديناميكية اللي هي نفسها سميناها شنو؟ سميناها متغيرات الحالة أو سميناها State Variables أوكي؟ حتى أجي أعرف هاي متغيرات راح ألطيكم في المثال هذا المثال قدامكم دي شوفه هو مكبس المكبس هو عبارة عن شنو؟ هو عبارة عن سلندر أو سطوانة مغلقة وهذا المكبس مالتها هذا الشكل اللي قدامكم هو المكبس مالتها فهاي الأسطوانة لها حجم معين يقاس بالمتر المكعب ولها كتلة معينة تقاس بالكيلوغرام ولها كثافة تقاس بالكيلوغرام على المتر المكعب ولها درجة حرارة تقاس بالكيلوغرام مثلا وأيضا عنده ضعط معين اللي هو باسكال أوكي؟ هاي الصفات اللي هسا دا أحكي لكم عليها تعتبر متغيرات ترموديناميكية المن لهذه الكلوز سلندر أو السطوانة المغلقة أوكي؟ تعتبر صفات طبعا بأي مفهوم مفهوم الماكروسكوبك المفهوم الماكروسكوبك أو المفهوم الشامل إذا أجي أدخل بالتفاصيل المايكروسكوبية المفاهيم أو التفاصيل الدقيقة راح أجي أخذ راح أجي أخذ الموليكيولز أو الجزيئات الجزيئات اللي يتكون منها هذا الغاز اللي يملأ هاي الأسطوان نقول الغاز يتكون من عدد من الجزيئات الكتلة الكتلة الفردية مع كل جزيئة هي M1 والكتلة الكلية راح تساوي لي N في الميو يعني الكتلة الكلية لهذا الغاز اللي هي الـ M كابطل راح تساوي لي N في الميو الـ N هي عدد المولات والميو هي اللي يسموها المولار ماس أو الكتلة المولية شنو الكتلة المولية الكتلة المولية هي عبارة عن عدد أفوغادرو مضروب في الكتلة الفردية لجزيئة لكل جزيئة كل جزيئة جغت كتلتها الفردية أو الـ individual mass يسموها وعدد أفوغادرو هو N هاي هاي أس إحنا هنا من ده نحتي بهاي التفاصيل من دخلنا بالجزيئات ومن دخلنا بالتفاصيل دقيقة معناها ده نحتي بمفهوم الميكرو ثرموديناميكي حسنا الآية اللي هسا أعودكم إياها المتغيرات الثرموديناميكية راح نحاول هسا نتعرف عليها بشكل تفصيل أكثر إذا أجي على المفهوم الميكروسكوبكيك أو المفهوم الميكروسكوبك الدقيق ملاجي أعرف درجة الحرارة اللي هو متغير ثرموديناميكي هو مقياس لمعدل الطاقة الحركية للذرات اللي تتحرك معدل أو هو مقياس لمعدل الطاقة الحركية للذرات لاحظوا هذون الأشكال من يقول ياهو حار ياهو بارد هذون عبارة عن جسميا واحد إذا تلاحظون جزيئاته متقاربة جدا واحد جزيئاته يعني منتشرة منو يقول لي ياهو بارد وياهو حار يلا طلاب طبعاً أنا مشاركاتكم كلها هاي الانشطة على هدرجات نعم دكتورة منو ياهو مصطفى مصطفى عيد خضر الجزيئات الحمر هي الهوت لا مو الحمر آني أقول لك هذا الشكل العليمين وعليسار اليمين هو الهوت اليمين هو الهوت وهذا وهذا الشكل الثاني العليمين يصار كولد كولد زيئاً مين أجدتك هاي لا دقيقة 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 لا المنتشرة المنتشرة هي هوت بالتسخين طمام والا وتمي لكم أوكي هاي عاشت إيدك شكراً جزيلاً عندك إذا تلاحظون طلاب من تخلون أول ما تريدون نسوون شاي على النار ش تسوون أنتو خلونا الماء على النار شوية شوية طبعاً الماء يكون بحالة سكون من ترتفع درجة حرارة شي يصار به يقوم يبدأ يغلي ويتحرك بسرعة يعني شنو معناها الماء جزيئات الماء تبدأ تنتلك طاقة حركية تقوم تتحرك بشكل أسرع في حين إذا تجون على الثلج ماكو حركة وتشوفو متكتل يعني هيشي جزيئات ملتصقة وحدة باللخ طبعاً هو الماء حالة شاذة يعني المفروض ما أضربة أضرب لكم على غير هذا لأن الماء تحديداً وكأطوار إلى غير مفاهيم ولكن يعني بشكل عام فإذاً هذا الشكل يعني هستشوفون منه نعرف مفهوم الدنسيتي راح تعرفون لأقصة عموماً الأجسام منه تكون درجة حرارتها باردة تقوم يعني تتكتل وهي طبعاً نحكي لكم بشكل عام باستثناء الماء الماء بعدين نحكيه الأجسام منه تكون باردة تقوم تنكمش وحجمها يعني يصغر وحركتها تكون قليلة فتلاحظون أنه هذا هو جسم بارد متكتد الجسم الحار مثل الهواء الهواء من يبدي يسخن تبدي يصر تباعد بالجزيئات ويمتلك طاقة حركية أعلى فيبدي ينتشر وحتى أصلاً التصادمات تصر به أكثر إذا أجي على مفهوم الهوت والكولد اللي هس أحكينا به هو مفهوم الماكروسكوبك أو المفهوم الشامل إذن بالمفهوم الشامل إذا أجي أعرف درجة الحرارة هي خاصية فيزيائية للميظام ضمن مفهوم الحرارة والبرودة بس من أجي أحكي بمفهوم الماكروسكوبك أجي لا أقول هاي الجزيئات أجي قد تمتلك طاقة حركية أجي قد تمتلك فالجزيئات اللي عندها طاقة حركية أعلى معناها هي الأكثر حرارة أو الأكثر سخونة ومتمتلك درجة حرارة أعلى والأجسام اللي تمتلك حرارة طاقة حركية أقل هي الأجسام الباردة فأتمنى أنه تكونون هسا ابتهمتوا الفرق بتعريف الحرارة ضمن المفهومين المايكرو والميكروسكوبك طبعاً مثل ما تعرفون أنتو الحرارة إلها مقاييس عندي ثلاث مقاييس أساسية فهرانهايت والسيليزي والكلفن وكل واحد درجة حرارة معينة مثلاً هذا طبعاً للماء هذا الحجي أن المي يجمد بدرجة حرارة صفر سيليزي درجة حرارة 273 مطلقة أو كلفن ودرجة 32 فهرانهايت إذا نجي نرفع درجة الحرارة راح يغلي الماي بدرجة 100 مئوي و 373 يعني كأنما أنتو راح ضيفون لهاي القيمة 100 درجة كالفن يصير 273 وبالفهرانهايت راح نضيف 180 درجة فرح يصير 212 اللي هي درجة الغليان هنا عندي بالنسبة لل تبريد عندي المي راح ينجمد اللي هي أقل درجة حرارة ممكن أن يصالها المي اللي هي ناقص 200 عفوا ناقص 373 200 273 اللي هي يسموها الصفر المطلق هاي الدرجة اللي هي الصفر هذا يعني يعني هي 273 بالسالب بالمفهوم أو بالمقياس السيليزي والمقياس الكلبن يسموه صفر المطلق وبالفهرانهايت يناقص 459 اللي هي درجة الانجماد وهاي يعدكم المعادلات اللي نستخدمها للتحويل من سيليزي إلى فهرانهايت ومن سيليزي إلى كلبن أوكي نجي على الضغط المطاير الثرموديناميكي الثاني اللي هو تعريفه نحن كل يتنا منشلنا بالأعدادية نعرف أن الضغط هو قوة على مساحة هو قوة على مساحة إذا نجي هنا يعني كغلاف جوي وأريد أوضحها بمفهوم فرموديناميكي أقول هي القوة المسلطة على وحدة مساحة بسبب وزن عمود للهواء أوكي القوة المسلطة على وحدة مساحة بسبب وزن يعني من قبل سطح البحر أو فوق مستوى أو تحت مستوى سطح البحر أوكي لأنه نحن عندما نجي نحسب لازم عندي آني عندي فد ارتفاع معين أو فد نقطة معين وهاي النقطة أجي أقيس عليها الوزن مع العمود الهواء بحيث أشوف هذا القوة اللي سلطها هذا الوزن مع العمود الهواء إشقدة تصير على هاي النقطة وأقول هو الضغط شوفوا هنا يقول الضغط هو القوة اللي يسببها غاز على الجدران لوحدة مساحة شنو معنى هذا الحجي شوفوا الرسم اللي قدامكم راح أحركه أينميشن شوفوا هنا هذا معنى معنى هاي الجزيئات مع الغاز إشقدة تسلط ضغط على هذا الوزن أو على هذا الجدار هاي طبعا هذا الحجي وين يعني نقدر نطبقها إذا عندي حاوية كونتينر وهاي الحاوية بها غاز وأريد أعرف هذا الغاز أو جزيئات الغاز إشقدة تسلط ضغط على الجدران مع هذه الحاوية هذا التعريف اللي إذا أقولكم عليه اللي هو إنه هو القوة اللي تسلطها جزيئات الغاز على الجدار أنا ما بدأو أقول هيتي بس ليش لأنني عندي إضافة إلى هذا الضغط اللي إذا تسلط عندي ضغط يعني يمكن أن يقاس بين الجزيئات نفسها طبعاً وهذا الضغط ممكن أقيسه بحساسات معينة تقيس للقوة لوحدة المساحة اللي تسلطها جزيئات الغاز على بعضها مو بس على جدار الغاز عفواً عفواً جدار الأسطوانة أوكي يعني بمعنى آخر يعني عندي ضغط تسلط الجزيئات على الجدار وعندي ضغط داخلي بين الجزيئات أوكي نرجع لمفهومنا اللي هو قلنا هو القوة المسلطة يعني على وحدة مساحة من قبل وزن عمود الهواء فإذن هو قوة على مساحة F على A هنا يقول لك الضغط يعني كمقاييس السندر يقاس بالباسكال الباسكال اللي هو نيوتن على المتر المربع واحد نيوتن على المتر المربع وعندي الميت باسكال اللي هي تمثلي واحد ميلي بار أو واحد هكتو باسكال سابقا هاي الوحدة أو الميلي بار جنا هي هاي نستعملها حاليا دا نستعمل الهكتو باسكال أوكي عدنا أيضا وحدات أخرى للضغط اللي هي الواحد أتموسفير أو واحد جو اتمثلي 1013.25 هكتو باسكال طلاب هذا الضغط اللي هو 1013 هذا الستندر مالتنا أعلى من عنده يعتبر ضغط عالي وأقل من عنده يعتبر ضغط واطئ ورح تأخذوها إن شاء الله بالتحليلية من أن نريد أن نحدد المنظومات الجوية هل هي منظومات ضغط عالي أو واطئ طبعا هي مو بهاية الدقة يعني هي مو شرط يعني من أشوف منظومة بيها الضغط الجوية أكثر من 1013 يعني مثلا كأن يكون 1014 أو 1015 مو بالضرورة أني أقول هذا منظومة ضغط عالي يعني يعني لكن يعني يعني كقاعدة بس كل قاعدة لها شوات كقاعدة أنه هذا هو الستندر واللي أعلى من عنده هو ألف يعني اللي أعلم منه ضغط عالي والأقل من عنده هو ضغط واطئ آية نفسها القيمة تمثلي 760 مليمتر زئبق وتمثلي 29.92 إنج زئبق هاي كلها التحويل للوحدات أوكي ملاحظة حطتلكم مياها الضغط والحرارة يقول لا تعتبر خاصية لجزيئات فردية ولكن يعني شنو معناها يعني يعني من أجي أخذ الضغط ومن أخذ درجة الحرارة أخذها يعني كمية كاملة أو يعني يعني للسيستم ككل ما رح أخذ لي أو لجزيئات مفردة فلهذا يعني من أخذها نأخذها بمفهوم الماكروسكوفيك نأخذها كسيستم كامل يعني صفات لسيستم ككل يعني نحن قربنا أنه ننتهيب وقت من نبس هذا السلايد إن شاء الله يعني أعتقد موضوع الهيت والورك هذا أنتقل على المحابرة الجاي يعني هو موضوع متكامل فالمتغير الآخر من المتغيرات الفرموديناميكية هو الكثافة الكثافة المائع تعطى بكتلة المائع مقسومة على حجمه نحن كنا نعرف الكثافة هي كتلة على حجم فمن أجي أنا على مادة معينة وأجي أشوف قابلية الانضغاط مالتها أو القابلية الانضغاط هنا يقول قابلية الانضغاط هي في الدليل على أنه إذا كان الهواء مضغوط أو قابل يعني إذا كان بحالة انضغاط الهواء معناها هاي منظومة الضغط جوي عالي أو الضغط يكون بها عالي وإذا كان سكويز شنو معنى سكويز هو يعني عفوا سكويز هو يعني مضغوط وإذا كان بإكسبانشن أو تمدد فمعناها هاي منظومة ضغط واضع شنو يعني أوضحكم بشكل أكبر إذا الضغط أو السيستم شغل حيز حجم من الهواء كبير معناها صار بحالة تمدد معناها هو منظومة الضغط جوي واطع وإذا هذا الحجم من النظام شغل حيز صغير معناها صار بحالة أو انضغاط معناها الضغط بكل عالي ليش أنا من يصير عندي الجزيئات من النظام يعني صار بيها صار بيها يعني ضغط يصار بيها شو نقول لكم يعني معناها أولا معناها درجة حرارتها واطئة وثاليا معناها وحدة تصل الضغط على الأخرى فالضغط رح يكون بيها عالي والحجم رح يصار بي انكيماش فلهذا هنا واجد يقول باع هنا هناج يقول يقول انضغاطية الهواء دليل على أن الهواء يكون ضغط عالي أكثر من الهواء اللي يكون بضغط واطئ ولهذا إذا عدتكم نفس الكتلة إذا عدتكم نفس الكتلة لهواء عند ضغط عالي رح يشغل حجم أقل من الضغط الواطئ بمعنى أوضحكم إيها أكثر عدتكم جسميا أو عدتكم كتلتين وحدة من هذه الكتل الضغط بها عالي وحدة من هذه الكتل الكتلة الثانية بها الضغط واطئ وما الضغط العالي الجزيئات تشبيه تكون كلش متلاسقة فرح تشغل حجم أصغر وبمعنى آخر رح تكون درجة حرارتها قليلة إذا أريد أربطها بدرجة الحرارة في حين الكتلة اللي تشغل حيز أكبر الجزيئات مالتها تكون متباعدة ولهذا رح تشغل حجم أكبر واضحة الفكرة فعليه فعليه الكتلة الكتلة من الهواء اللي يكون بها الضغط عالي رح تكون بها الكثافة عالية وكتلة الهواء ليش الكثافة عالية طبعاً لأن الجزيئات متلاصقة وحدة ويلغ فكثافتها عالية في حين الكتلة اللي تكون تاخذ حيز كبير من الهواء الجزيئات تكون بها متباعدة فكثافتها تكون قليلة وطبعاً أني عندي بمستوى سطح البحر اللي هو المستوى القياسي اللي هو الضغط يكون بيه 2013 تكون الكثافة أو معدل الكثافة تكون 1.25 كيلوغرام على المتر المكعب واضحة الفكرة طلاب لا أعيد إذا أتكم تتشيء ما افتهمته ما عندي ماانا أنه أعيد أسمع من أتكم ها طلاب ويايا أعتكم سؤال أوكي إذا ما أعتكم سؤال أنا راح أكتفي بهذا القدر وإن شاء الله الأسبوع الجاي نكمل وياكم على الهيت والوارك وإن شاء الله يعني نكمل على الأسبوع القادم